أهلا مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي شاشة الوطن في كل مكان ونشرة إخبارية جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بإصدار القانون الرقمية 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون بالاختلاف بعد إكرار مجلس النواب لهذا القانون وتضمن القانون أن تقول من أرصاد حسابات عدة من الجهات لصالح صندوق قادرون بالاختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون بالاختلاف الصادر بالقانون الرقم 200 لسنة 2020 ولمرة واحدة بمبالغ مالية وتضمن القرار 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و100 مليون جنيه من صندوق تأكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابل عمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم و500 مليون جنيه من فائد رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وألزم القانون الجهات سابقة الزكر بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون بالاختلاف قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2023-2024 ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار الرئيس والذي حمل رقم 161 لسنة 2023 ومشروع قانون دعم صندوق قادرون بالاختلاف يسهم في توفير موارد بحوالي مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج زاو الهمن في المجتمع وأوضحت المذكرة الإضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون بالاختلاف وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص زاو الإعاقة والتغلب على التحديات التي تواجههم كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف تصل بتعزيز حقوق الإنسان زاو الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق وتوفير فرص عمل ودمجهم في المجتمع وبكده تكون انتهت نشرتنا الإكبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة